السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أحبائي المشتركين من الوطن العربي الكبير هذه تحياتي محمد أبو المجد من قناة عشاق الخط العربي على اليوتيوب تنس النهاردة شباب هو درس من العيار التقيل زي ما بيقوله درس النهاردة مهم جدا كل شخص بيحاول يحسن خطه مش عارف الطريقة اللي معانا النهاردة طريقة فعالة مليون في المئة إن شاء الله هتيجي حضرتك على سطر من السطور وهتخلي ابنك أو حضرتك نفسك هتعمل الحركات اللي هنقولك على هذه هي باختصار هي اللي هتقدر تحسن خطك من سيء إلى ممتاز بإذن الله هتيجي على السطر ده وليكن السطر ده مثلا وهتيجي تعمل الحركات اللي هنعملها دي هتيجي تعمل من هنا لهنا بهذا الشكل ومن هنا لهنا بهذا الشكل هتعمل لي الثلاث حركات دول وبعد كده هتيجي تعمل لي حركة من هنا لهنا ثم الحركة من هنا لن EL8 ركز معي هالتصمねぇ دلوقتي في الكتابة بتاعتنا وهي اللي هتقدر إن شاء الله من خلالها تحسن خطك بإذن الله. الحركات دي مجربة بفضل الله. هتعمل نقطة كده وتلف من حواليها. وتعمل لها رقبة. نقطة وتلف من حواليها وتعمل لها رقبة. نقطة اهي وتلف من حواليها كده وتعمل لها رقبة. هتقول لي انت سايب هنا مقدار نقطة ومقدار نقطة ومقدار نقطة. قول لك ماشي تمام. هتعمل الحركات دي وهتزود عليها حركة من هنا لهنا وكأنهم نقطتين في خط الرقعة دي وكأنها نقطتين في خط الرقعة وهتيجي تعمل نقطة واحدة نقطة واحدة نقطة واحدة بالشكل ده كده ثم حرف الدال هنعمله ازاي حركة حركة وكأنه حرف دال حركة حركة حتى الحركة اللي احنا عملناها دي حركة اهيه ثم هنيجي ناخد واحدة من دي ونحطها هنا كده بقت حرف دال باختصار الكتابة اللي هنكتبها دلوقتي او البيت الشعر اللي هنكتبه دلوقتي ان شاء الله بإذن اللي يعجب حضراتكم هو هيكون مكون من الحركات دي ازاي تعال ركز معاي هنكتب وما نور البيوت سوى البناتي بهن الأنس من بعد الشتات هنكتب وما الواو عبارة عن ايه نقطة هنعمل نقطة اهي بسيط خالص هناخد النقطة دي يعني مثلا لو هنسمي مثلا ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة هنسميهم كده عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اهو هنعملهم زي ما جميع كده تمام نقطة وهنلف من علي منها ونعملناها رقبة زي دي هناخد واحدة من دي وبعد كده هناخد واحدة من رقم تلاتة كده هناخدها ايه مع رقم اتنين ونعمل كده اهو رقم اتنين رقم تلاتة في الاول وبعد كده وصلنا فيها رقم ايه اتنين وبعد كده نقطة من دي وهنمشي بدي شايفين الرقم اتنين اهو نقطة من دي وهنمشي اهو وبعد كده ناخد رقم واحد من هنا ونطلع لفوق انت في البداية هتعمل بالحركات اللي احنا نقوله عليها دي وبعد فترة هتلاقي الامور سهلة جدا وبتجري في الكتابة وهيتحسن خطك باستمرار ان شاء الله وبسرعة ركز معاي اللي ان شاء الله فيه كلام مهم هنقوله نور شايفين الدال دي هنجي نعمل حرف الدال اهو حرف الدال اللي احنا تمررنا عليه ما انت بتعمل الحركات دي اكثر من مرة او بتخلي ابنك يعملها اكثر من مرة النقطة بتاعتنا اهيه حرف الدال اللي احنا عملناه هنا وهنا نقض حرف الاول اللي احنا عملناه رقم ثلاثة وبعد كده رقم اثنين اهو ورقم اثنين نحط اهو بعد كده رقم اثنين عرف راء اهو رقم واحد البيوت شايفين بقى انا حرف القلب جده في نهاية او اعلى نهاية ايه حرف الراء بتاع نور البيوت اللام حرف قلب برضى اهوتي ومشينا مسافة المسافة ايه النقطتين النقطتين دول رقم اربعة هنجي نقطتين رقم اربعة ونقطتين رقم اربعة ثم رقم تلاتة رقبة ثم رقم اثنين اهو نقطة نقطتين الحركة بتاعت رقم ايه رقم اثنين اهو الحركة بتاعت ايه النقطتين نقطتين 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 بقت ايه حرف تاق الامور سهلة جدا خليك معايا وركز معايا الامور بازن الله هتكون سهلة وازهل معانا بفضل الله سوى وما نور البيوت سوى البناتي حرف السين عبارة عن ايه انا عايز ايه هي لها شكلين تعال ناخد الشكل ايه الاصعب نقطتين 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 ثم ايه هناخد رقم تلاتة اهو ثم حرف الواو اهو على فكرة اللي احنا بنقوله ده الحركات دي الحركات الستة دول يمشوا مع جميع الحروف العربية الخط الرقعة اللي احنا بنكتبها الكتابة الكتابة العادية تمام نقطتين نقطتين الحركة دي اهيه ثم من هنا كده اهيه الالف معانا رقم واحد اللام وبعد كده من هنا نقطتين 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 من هنا هنا كده ايه كدنا بنمشي ايه نقطتين اهم الحركات اللي احنا بنقول لها نقطتين وبعد كده حرف الالف اهو النقطة النقطة زي ما عملنا هنا من هنا حركة رقم اتنين نقطتين 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 بقات ايه البنات بيهلنا الباق مع الهاء مع النون حركة من هنا كده اهيه وطلعنا للاعلى تمام وبعد كده نقطتين وبعد كده الحركة دي نصف الحركة دي اهيه وكأنها حرف دال تمام ثم بنمشي من هنا كده اهو وبنطلع للاعلى ونحط النقطة بتاعتنا هنا وليها وليها شكل اخر هناختبه برضو ان شاء الله تمام يا شباب الالف بنسيب ما بين كل كلمة والاخرى بنسيب مسافة اللام الف عبارة عن ايه الف زي ده ثم ناخد رقم اتنين نحطها هنا كده اهيه والف تاني الهمزة شرطة ثم شرطة ثم عكسة هنكتبها تاني يا شباب تحت بشكل ايه افضل كمان الانس بهن الانسو النقطة نقطتين 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 ثم عرف السين او الكاسة اللي احنا جبناه هنا الميم نقطة وبالنف من على يمنها ومن تحتها نعمل سنة 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 سهلا خلص ايه الباق احنا هنسمي دي مثلا رقم واحد الكتابة دي اللي قدام حضرتكم دي هتكون ايه رقم واحد حرف ده لقه الباق ثم حرف العين نقطة وبالنف من على يمنها برضه وبنكتفع لأعلى ثم حركة من هنا لهنا اهيه رقم اتنين بعد الالف زي ما قلنا اللام وبعد كده حركة من رقم اتنين وهنمشي نوصل للسطر من هنا كده السلس نقاط في خط الرقعة ثم نقطتين ومن اعلى نجيب حرف ايه الالف اللي هو رقم واحد نقطتين ثم نقطتين ماشيان من رقم اتنين ثم نقطتين ونقطتين تمام دي رقم واحد تعالوا بقى نكتبها بشكل سريع وبشكل برضه كويس نكتبها مرة تانية هنكتب كده وما تركز مع حركة سير القلم اثناء عمليات الكتابة وما نوره البيوتي اهم حاجة زي ما بنتفق دايما ان انت ما تتصرعش في الكتابة اه التصرع في الكتابة خطأ السرعة هتيج مع الوقت وما نور البيوت سوى البنات بهن الانس من بعد الشتات تمام في حاجة برضه حابب ان انا اقول لحضراتكم عليها دي رقم ايه دي رقم اتنين فانا عايزك في البداية تكتب برقم واحد دي مرة والتانية والتالتة ما تكتبش مرة واحدة وتقول خلاص انا عايزة حسن نفطي وبعد كده تكتب برقم ايه بعد كده تكتب برقم اتنين مرة في التانية في الاråة في التالتة هتلاقي لاى الامور كويسة. ايه حاجة عايزة اقولها الباق مع Remo مع llega الاة البيتrokان في هذا الشكل. في بعض الناس تقول لي لا انت كتب ايه باق ما عين مع tappedker zero. نتكتب هيا دي بعد. تعالوا نكتب باق معιم مع راء باق مع عن اعين مع راء. مختلفة تماما على الباق مع العين معداء مختلفة تماما. حرف الرأ بينزل على طول كده اهو انما حرف الدال بيترتفع بقنطرة لفوق ثم تنزل منها كده مثلا يبقى مختلفة ولا لأ مختلفة في اختلاف كل هو قريبة من بعضها ده شيء طبيعي لان خط رقعة انما مختلفة اختلاف كل عن الباء مع العين مع الرأ بكده تكون انتهت حلقتنا اتمنى اي حد يشاهد الحلقة للنهاية اني اشترك في القناة ويفعل زر الجرس علشان تنصلوا فيديوهاتنا اللي يقدر بها يحسن خطك في الدسكريبشن تحت هسيب لكم رابط جروب الواتساب تقدر تنشر تكتب التمرين بتاعك وتنشره على الجروب بتاع الواتساب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان معكم محمد ابو المجد من قناة رشاك الخط العربي على اليوتيوب مع السلامة